موسيقى هذا التوكل على العليل القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام ولا زال الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان الجهة السابعة الجهمي والمجسم هلي التفقان كان الكلام في أمور انتهينا من الأمر السادس روزخونيات التيمية ومجالسهم الحسينية واليوم إن شاء الله ندخل في الأمر السابع ونبدأ بذكر ما قاله الكوثري رحمه الله في تشخيص منهج ابن تيمية والمنهج التيمي وكما قلنا وذكرنا هذا سابقا كان له هامش على السيف السقيل في الرد على ابن زفيل هذا السيف السقيل للسبكي الخزرجي الأنصاري والكوثري عنده هامش هناك فيه تكملة الرد على نونية ابن القيم أو تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم يشخص الكوثري واقع المنهج التيمي يقول نشير هنا إلى أن ابن القيم كلما تراه يزداد تهويلاً وصراخاً باسم السنة في كتابه يجب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة هذا الكوثري الذي يقول يقول كلما رأيت أحد التيمية كلما رأيت ابن القيم كلما رأيت ابن تيمية كلما رأيت أحد أمة التوحيد الأسطوري كلما رأيت إمام من إمام المدلسة ازداد تهويلاً وصراخاً باسم السنة وباسم الدفاع عن السنة وعن الصحابة وعن أم المؤمنين فاعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة فاعلم أن ابن تيمية متلبس بجريمة بجريمة خداع خبيث الكوثري يقول يجب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة خداع خبيث وأنه في تلك الحالة في صدد تلبيس ودس شنيعين وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول لاحظ التشويش لتشويه الحقائق ولتشويش العقول ولتخدير العقول وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول لاحظ لذلك هو يقدم عنوان رافضي 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 يطعنون بالصحابة يطعنون بأم المؤمنين يطعنون بالسنة وقبل هذا يقول يعبدون علي يتخذون عليا إله يرفضون القرآن عندهم قرآن فاطمة كفر زنادق قبورية لاحظ هذه كلها لتخدير العقول حتى يشوش على عقل المقابل كي يقفل على عقل المقابل كي يطبع على عقل المقابل من الأغبياء من المجانين من التيمية هذا كل من يصدق به فهو تيمية ممن لا يملك العقل وممن يوجد في رأسه حجارة وليس العقل والفكر يقول وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول عن الانتباه لما يريد أن يدسه في غضون كلامه من بدعه المخزية كما يظهر من مطالعة النونية بتبصر ويقاضه انتهى مقتبس الكوثري إذن ندخل في الأمر السابع الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكو والمؤامرة هذا هو الأمر السابع الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكو والمؤامرة المنهج التيمي الإقصائي يبرأ الخليفة المستعصم من أي تهمة وشبهة تشير إلى دوره في سقوط بغداد وانتهى الخلافة في بغداد ويضع ابن تيمية كل المسؤولية والتبعات على ابن العلقمي إلى المستوى الذي يجعل المتلقي يفهم ويصدق بوعي وبدون وعي أن هولاكو والتتار ليس لهم دور فيما وقع لا ابتداء ولا بقاء فيترسخ في ذهنه مسؤولية ابن العلقمي في كل ما وقع وكأن هولاكو وجيوش المغول والتتار لا وجود لهم أو لا دور لهم سوى أنهم منفذون لأوامر تظل لهم من ابن العلقمي فابن العلقمي المتهم الأول والرئيس حسب المنهج التيمي المدلس ولتقوية الخرافة وزيادة احتماليات قبولها عند الجهال التجأ المنهج التيمي لإضافة شخصية أخرى تلسق بها الخيانة فجاء ذكر الطوسي فعندنا متهمان بالخيانة والتأمر الأسطوري الخرافي إلى الحد الذي حرك فيه هولاكو وجيوش التتار نحو بغداد وإسقاطها وإسقاط الخلافة التي كانت فيها ثم يؤسس التيمية على هذه الخرافة أصولهم وأحكامهم وتدليسهم فيعممون الأحكام على كل الشيعة وفي كل البلدان وفي كل الأزمان ترجمة نانسي قنقر